ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق الذي عقد بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة وناقش المجلس نشاط الصندوق التنموي ومراحل إنجاز المشاريع الممولة من قبله في عدد من الدول المستفيدة والخطط المستقبلية كما وافق المجلس على تمويل خمسة مشاريع في خمس دول مختلفة بقيمة إجمالية تبلغ 196 مليون دولار بعد استفاء شروط ومعايير التمويل المطلوبة